أقرت المملكة العربية السعودية موازنتها للعام 2017 بنفقات بلغت 890 مليار ريال وعجز بقيمة 198 مليار ريال وبنسبة هبوط بلغت 33% دعونا نتابع في هذا العرض أبرز ملامح الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية إذا ما تبعنا تطور الإيرادات العامة والتي كانت ب2015 بلغت 608 مليارات رأينا هبطت هذه الإيرادات بعام 2016 مع عودة تراجع أسعار النفط في هذا العام إلى مستوى 598 والتقديرات ل2017 ارتفعت بقرابة 23% إلى 692 مليار ريال طبعا هنا الإيرادات نتحدث عنها مع زيادة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وأيضا الحديث عن عملية رفع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة تطور المصروفات العامة بالنسبة للمملكة رأينا فيها هبوط من عام 2015 والتي كانت عن مستوى 975 مليار ريال إلى حدود 825 مليار ريال المصروفات بالتالي سترتفع ب2017 إلى حدود 890 مليار ريال وفقا للمعلن بحدود الثمانية في المئة أما بالنسبة لتطور العجز بالموازنة رأينا هبوط بهذا العجز إلى قرابة 33% لعام 2017 بحدود 198 مليار ريال مقارنة ب297 هو العجز الذي تحقق للمملكة ب2016 وتبقى طبعا المستويات الأعلى ب2015 بحدود 367 مليار ريال لكن إذا ما تحدثنا عن تطور الدين العام بالنسبة للمملكة العربية السعودية كانت بحدود 5.9% ب2015 استطاعت أن تصل وتقلص هذا الدين لـ 14 في المئة ب2016 ومرتقب ب2017 أن تصل الدين العام للمملكة العربية السعودية بقرابة 18 في المئة أبرز القرارات التي اتخذت لتعزيز الإرادات بالمملكة العربية السعودية كانت بالبداية على تعديل أسعار منتجات الطاقة ما زالت هناك خطوات أيضا ستتبعها المملكة العربية السعودية في هذا المجال لزيادة إراداتها تعديل تعرفة أسعار الكهرباء وتعديل تسعير بيع اللامية وإطلاق برنامج وطني لترشيد الاستهلاك أما خطط الإصلاحات الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية رأينا إنشاء وحدة للمالية العامة لدعم التخطيط المالي رفع كفاءة الإنفاق الرئيس مالي ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي الحد من النمو للمصاريف اللاجارية وإعطاء الأولوية بالنسبة للمشاريع التنموية مع وضع أيضا عدد من الخيارات أمام وزارة المالية طبعا لسد العجز خلال الفترة المقبلة لعام 2017 منها استخدام طبعا الاحتياطيات وأيضا المخصصات من الفوائد للسنوات الماضية إلى جانب أيضا اللجوء إلى إصدار السندات والدولية والمحلية والسقوك كخيار أيضا يضف إلى أدوات الدينة أما الملامح العامة للموازنة العامة في 2017 فهي كما رأينا عملية توسع بالنسبة للإنفاق هبوط بالعجز المالي بقرابة 33% زيادة أسعار الطاقة ودعم مالي لأصحاب الدخل المنخفض إذن كانت هذه موازنة عام 2017 للمملكة العربية السعودية في الظل طبعا تحدي واضح بالنسبة لتراجع أسعار النفط وتوسع في الإنفاق اشتركوا في القناة